اهلا بكم بيبدأ الفيلم بسفينة ماشية وسط البحر وبيكون واقف نايجيل ومراته فيونة مستمتعين بمنظر البحر وبيتمشوا في السفينة لحد ما فيونة بتستأذن من نايجيل عشان تروح الحمام بس بتتأخر جوه ولما نايجيل بيدخل يشوفها تأخرت ليه بيلقي معها بنت جميلة جدا بس بتكون دايخة على الاخر وبتبكي وبيخرجوها بسرعة برا الحمام عشان تشم شوية هوا وبيقولولها انهم رايحين الهند وهي بتقولهم انا رايحة اي مكان بعيد عن هنا بعد شوية نايجيل وفيونة بيتغدوا مع واحد وبيقولهم حاجات وحشة عن الهند بس هم مصرين يقضوا عيد جوازهم هناك وهو بيكون بيدحك عليهم وبالليل فيونة بتشرب كاس مع نايجيل وبتقول له عايزة نام وبيودها قدتها وبيرجع هو البار وهناك في البار بيشوف بنت جميلة جدا بترقص على المسرح وبعدين بتيجي تقعد جنبه وبتطلع البنت اللي كانت بتبكي في الحمام الصبح ولما بيحاول نايجيل يكلمها بيلاقيها بتتدلع عليه وبتقول له تعالى نرقص ونيجيل بيقول لها ما بعرفش ولما جيه هذر معاها مش بتستلطفه وبتحس ان ده متقيل وبتسيبه وتخرج ونيجيل بيخرج هو كمان وبيتأمل في البحر لحد ما بيدخل عليه راجل على كرسي متحرك وبيحذره منها وبيقول له ان هو زوجها وهي السبب في ان اقعد على كرسي متحرك وبعدين بياخده قطه عشان يحكي له قصة حياته معاها وبيبدأ الراجل ده يحكي له القصة ان في يوم كان راكب اوتوبيس وبيقرأ الاخبار ومركز مع البنت الجميلة اللي لابسه فستان احمر وما كانتش لقيا تذكرتها فبيعمل معاها حركة شهامة وبيديها تذكرته وبعدها بينزل من البص وبيقول له انه ويرس فلوس كتير او سافر باريس عشان يبقى كاتب بس مش بيقدر يكتب اي حاجة لانه كان دايما بلو مشغول بالبنت بتاع الاوتوبيس وبيفضل يرقب الاوتوبيس اللي كانت راكبة فيه كل يوم على امل انه يشوفها تاني وبيوصل بالموضوع انه يروح لبنت شغالة في محل ملابس وبيعزمها على العشاء وهم على العشاء بيتفاجئ ان الوطر هو البنت اللي بيرقبها وبيقوم وراها بسرعة وبيطلب منها تتعشى معاها بكرة وهي بتوافق وبيكون اسمها مارجريت وبيروح يقابلها في مركز رأس اقاعي وبيفضل مستنيها لحد ما تنزل وبياخدها فعلا على المطعم ولما بيروح لهم الوطر بيخليه هو اللي يختار الاكل وبيفضلوا قاعدين في وش بعض وما بيتكلموش وبيشربوا سجاير ولما بتعرف انه كاتب بتطلب منه تقرأ كتابه ولما بينزله في الشارع بتفضل مارجريت تلعب زي الاطفال الصغيرين وبيقضوا اليوم كله مع بعض الحد السوق وبعدها بياخدها البيت بتاعه ويعمل لها مشروب وبعدها بتحصل علاقة بينهم والعلاقة فضلت تتكرر كتير وبعدها نايجل بيتعب من سماع قصته وبيقول له كفية كده وبيستأذن منه وبيرجع نايجل لفيونة وبتكون نايمة والصبح بيحكي لها عن كل حاجة الراجل الهاله وكمان بيقول لها انه قابلها مبارح وكانت كويسة وهم في المطعم بيلاقوا ان الراجل ومارجريت جايين ناحيتهم وبيعرفهم بنفسه وبيكون اسمه اسكر وبيفضل معهم لوحده ومارجريت بتسيبه وتروح تفتر مع القبطان وبيفضل اسكر يعكس فيونة قدام زوجها وبيقول لهم انه يتمنى السفينة تغرق ويروحوا جزرة معزولة وبتيجي مارجريت تقعد معاهم وبتبدأ تلمس رجل نايجل وبعدين بتاخد اسكر ويمشو بس اسكر بيطلب من فيونة انها تسيب نايجل يروح له تاني وبيروح نايجل يسمع باقي القصة بتاع اسكر وبيحكي له اسكر عن شكل مارجريت زمان ونيجل بيبقى متضايق وما بيكونش عايز يسمع وبيقوله ان مش من المروء انك تحكي تفاصيل حياتك كده وبيرجع اسكر يحكي له قصة غيرها وانه في مرة جرى بيغير العلاقة مع مارجريت وربطته في الكرسي ودخلت علي ببدأ جلده سودا وقطعت له هدومه وقعته على الارض بالكرسي وبعدين حصلت علاقة بينهم وبيحكي له عن فترات البعد بينهم وبيقوله انه هم حاليا كل واحد بيقضى حياته مع نفسه وبيحكي له انه في مرة شافها في ديسكو وكانت مع شاب بطرقس رأس ساخر وهو بيغير جدا وبيسيب المكان ويمشي ولما بترجع له بتلاقيه مطنشها وقاعد يتفرج على التلفزيون وبعدين بيتخنقه بس هي بتتحايل عليه سامحها وبتفضل تبكي وعلاقتهم بدأت تضهور وبيعملوا حاجات غريبة جدا وقتها بتقطع مارجريت القصة وتدخل عليهم القوضة ونيجيل بيخرج وبيرجع لفيونة وبياخدها ويخرج ويقابل الرجل الهند وبنته ونيجيل بيسيبهم وبيروح يجيب لفيونة حاجة من القوضة وفي طريقه بيقابل مارجريت وبتقوله ان كلام اسكر مش كله حقيقي وبتحاول تحتك بيه تاني بس هو بيقول لها انه مشغول وبيرجع لفيونة بالجاكت عشان الجو برد وبعدها بيروح يلعبه كوتشينا مع اتنين عواجية بس نيجيل بيقوم ويقول لفيونة انه رايح لأسكر تاني بس ساعتها بيروح لمارجريت وبيفتح البيب ولما بيدخل بيلاقي اسكر نايم على السرير وكان عامل فيه مقلب ونيجيل بيتدايق واسكر بيقول له اقعد هكمل باقي القصة وبيحكي له ان مارجريت ما بقتش تسيره زي الاول وفي مرة هيكون يقابل مدير تنشر عشان الكتاب بتاعه وبيلاقي ان مارجريت لابسه فستان ماينفعش تلبسه وبيتعصب عليها وفي البيت بيفضله يتخانقه مع بعض وهي بتقرر تسيب له البيت وتمشي وهو ما بيكونش مهتم بس وقتها مارجريت فضلت تبكي وبتحضنه وتقول له ما تسيبنيش امشي وفعلا بيخليها معاه بس العلاقة بينهم بتبقى وحشة جدا وعلى طول خناقات لحد ما في مرة بيضربها بالقلم ويرمعها على الارض وبيلاقيها فقدت الوعي وقتها قلق عليها واتصل بالاسعية بس بتكون فائت وبتبتسم لما بتلاقي مهتم بيها وبيرجعوا تاني يخرجوا مع بعض وعلاقتهم بتتحسن شوية بس اسكر بيبوز كل حاجة تاني ويقول لها ان علاقتهم ما بقتش جميلة زي الاول وبيقول لها لازم ننفصل ومارجريت كانت بتبكي وبتقوله انها بتحبه وبيرفض اسكر يكلمها فبتسيبه وتمشي وهي بتبكي وبيفضل اسكر واخد راحته على الاخر لحد ما في مرة بتتصل به وبتقوله انها مش قادرة تعيش من غيره وهو بيفضل يفكر اذا كانت بتتكلم جد ولا لأ لحد ما بيكون في يوم بره وبيرجع يلاقيها نايمة قدام الباب وكانت عملة تبكي وبتتحيل عليه اسمعها وهو بيكون رافض بس لما جره الرخم بيخرج بيدخلها معه خلاص وجوه بتقوله انها مش قادرة تعيش من غيره وكان بيحاول يمشيها بس بتفضل تبكي اكتر وبتقوله خليني معك لو حتى هبقى خدامة عندك واسكر بيفكر في عرضها وبيقبل يخليها معاه وبيخليها تحضر له الاكل وفي مرة بتعمل دي كروم وبيشتمها عشان اتحرق وقتها كانت مارجريت حزنة جدا وقلبها بيتقطع وبيكون اسكر في حفلة مع بنات تانية ومارجريت كانت موجودة وبيفضل يتريق عليها قدام البنات وكان بيتريق على الميك اوب بتاعها واحرجها قدام الناس وبتستمر الايام وبيفضل اسكر يعمل مارجريت وحش جدا لحد ما في مرة بيعرف انها حامل منه وهو مش فارق مع غير الكتاب اللي بيكتبه وبيطلب منها تنزل الطفل وفعلا بتنزله وبياخدها اسكر في رحلة وعلى الطيارة بيسيبها وبينزل من الطيارة وهي بتسافر لوحدها ونيجل بعد القصة بيخرج وبيلاقي مارجريت برة وبتكون زعلانة جدا وبيواسيها بطريقته وبعدين بتسيبه وبتدخل لاسكر ونيجل لما بيرجع لمراته فيونا بيلاقيها قاعدة مع واحد تاني بيتحكوا وبيشربوا مع بعض وبياخدها وبيرجعوا الاوضة وبتكون فيونا غيرانة من مارجريت وفاكرة بيروح عشانها وتاني يوم بيلقي فيونا تعبانة وبتفضل تتخانق معاها عشان مارجريت تاني وبيتعصب ويخرج ويروح لاسكر عشان يسمع باقي القصة وبيحكي له انه خلاص بعد منيس مارجريت كان بيقضيها كل يوم مع واحدة مختلف وبعد سنين من الحياة اللي عايشها بيكون مع بنتين وبينزل من التاكسي وعربية بتغبطه ومحدش بيسأل عنه في المستشفى غير مارجريت وبيطلب منها ما يشوفهاش تاني وتسيبه وتمشي بس قبل ما تمشي بتوقعه وتبواصله رجله خالص بعدها بيصعب عليها وبتقوله عندي خبرين ليك واحد حلو واحد وحش اول خبر هتفضل مشلول على طول والخبر التاني ان انا اللي ههتم بيك طول حياتك ومن وقتها وهي معاه في كل مكان وبتعمله كل حاجة وبتردله كل الاهانة اللي عملوا فيها وفي عيد ميلاده بتجيب له هدية مسدس وفي مرة تاني بتحكيله ان العملية اللي عملتها عشان تنزل ابنها بتخليها ما تخلفش تاني وهو السبب وكانت بتفضل تحميه وبتكون بتتكلم في التليفون وفي مرة تاني بتعزم الشاب اللي كانت بترقص معاه قبل كده على عشاء وبترقص معاتني قدام اسكر وبعدها بتاخده القوضة عشان تعمل علاقة معاه قدامه وتزل بها اسكر وبعده كل ده بيتجوزه وبيفضله مع بعض وده نهاية قصته ونيجيل بيخرج من عنده وبيرجع لفيونة وبيلاقيها نيمة وتعبانة وبعدها بيروح حفلة على سفينة وبيقابل مارجريت وبيرقص معاها وبعدها بتحصل خناءة في الحفلة وكله بيدرب بعضه ومارجريت بتاخد نايجيل من ايده ويرقص سلوه وقتها قال لها نايجيل انه بيحبها فبترده وتقوله مرتك بص علينا وبيشوفها وبيروح لها وبتكون كويسة وعايزة تشوف نايجيل بيعمل علاقة مع واحدة تانية وبعدها بتقوم فيونة وبترقص مع مارجريت ونيجيل مش بيبقى مصدق نفسه وبعدها مارجريت بتاخد فيونة الفوق ونيجيل بيتعصب على اسكر وبيخرج برا السفينة وبيفضل يصرخ تحت المطرة وبعدها بيروحوا القوضة بتاعت اسكر وبيلاقي مارجريت نيمة مع فيونة مرواته واسكر كان بيتفرج ونيجيل بيتعصب عليه وبيخنقه بس اسكر بيهدده بالمسدس بس مش بيقتله وبيقتل مارجريت وينتحر وبيفضل نايجيل مع فيونة وهنا بينتفل منه النهار ده اكيد هشرفني جدا اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس واهم حاجة لايك للفيديو اشوفكم في ملخص قادم سلام